الحلقات الوسيطة ما بين المزرعة وحتى المستهلك بتحقق أرباح زيادة عن اللزوم ما ينفعش يحقق عشر جنيه فرق ولا حاجة ده كده كتير يعني على ما يبدو انه من ستة خمسة ستة سبعة جنيه ده كده كفية جدا عشان أقدر أوصل لكن للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد الناس قاعد عمالات تجار اللي هم بيوصلون لنا الحاجة اللي احنا بنشتري منهم يعني يعني يواخدين قرار ان هم يتبحون مش يتبحوا فراخ ومن هنا برجعك تاني على انه أول جلسات الحوار الوطني اللي انطلقت النهاردة دي كانت على كده هل على سعر الدواجن بس لا طبعا المناقش بتبقى أكتر اتساعا المناقش على ارتفاعات الأسعار المناقش على كيفية السيطرة على هذه الارتفاعات المناقش على كيفية السيطرة على الأسواق المناقش على كيفية ايجاد آليات محكمة للسيطرة على السوق تمكن الدولة من تفعيل رقبتها وتمكن ايضا البرلمان من مرأبة الدولة في انها تقوم بدورها الطبيعي في احكام السيطرة على السوق هرجعك تاني كل ده خلي بالك الأسعار دي كلها نزلت ده معناه ايه؟ لانا لسه الدولارات ما جاتليش الأسعار نزلت ولسه الدولارات ما وصلتش لا ده احنا كنا عاديين في مغارة علي بابا بقى ايه؟ ما اديني عقلك لما التجار يخفضوا الأسعار كده معناها ايه؟ هو انت رحت البنك وطلبت دولارات وخدتها وعملت أمر استيراد والحاجة جاتلك وتم الإفراج عنها وبدأت إنتاج ونزلت السوق معقولة كل ده سابت حد اتنين يا سبحان الله طبعا تجارة تقولك يا عم يوسف وانا احنا لو نزلنا الأسعار مش عاجب ولو رفعناها مش عاجب بصراحة لو رفعتوها انتو مفتريين ولما بتنزلوها انتو برضو مفتريين أقولك ليه؟ انه ده معناها جماعة ان انتو كنتو هارينا مش هقول بقى مسمى لفظي سيء هارينا دبح هارينا استغلال وفترة هارينا دخلتوا على المواطن انتو سلختوه من قبل ما تتبحه عارف بوحة هو انا سلخته قبل ما اتبحه ولا ايه؟ هو ده اللي انتو عملتوه انتو سلخته قبل ما تتبحه ارفع 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 وفترة ما هو اصل الدولار هيبقى بخمسة وسبعين ده هيبقى بتمانين ده هيبقى بمية ده هيبقى بمية؟ ايه يا جماعة هو فيه ايه؟ وكلكم شاريين البضاعة بقى لها خمس وست شهور يعني شارينا من اقام ما كان بخمسة واربعين جنيه واقل كلكم دون استثناء وعايز واحد يقول لي لا هو انت اخر افراج لك امتى؟ اخر امر شرة قدمته امتى؟ احنا هنشتغل بعض ولا فاكريننا قاعدين هنا مثلا انا فندية ولا ايه؟ ده مش انا بس ده انا وكل زمايلي هو احنا كنا شايفين ايه؟ بنيجي نقول لأي كلمتين في الفورتي فورتي ونروح لا ما احنا عارفين اللي كان بيحصل انتو كنت جزء من هزي المضاربة نحن ما بنطلبش حد دلوقتي ان احنا نعاقبه يعني هنعتبرها عفو عند المقدرة هنمشيها كده نزبط بقى اطلع لك انتو كنت شاريين بكم من ستة شهور والله العظيم تلاتة استنى بقى انا هجيب لك السعر اللي انت كنت بتنفس بيه على سعر السوق السودة ولا بنك ولا ديولو يلا وبصراحة انا القصة دي بالنسبالي من ستة شهور بص يا مولانا حضرتك من ستة شهور عناية عمور يوم تلاتين عشرة انتو كنتوا بتستوردوا على سعر دولار ستة واربعين جنيه وعشرة ساغ يوم تلاتين عشرة كنتوا بتستوردوا على سعر دولار السودة ستة واربعين جنيه وعشرة ساغ أجيب لك طيب في شهر 11 بعدها بشهر تعال يا عم تعرف أنت تعال يا أحمد كنت بتستورده على 49 ده في 3011 وإنت ما استوردتش حاجة في 3011 الله الله طيب تعال تعال نشوف 3012 كنت بتستورده على سعر دولار كه كنت بتستورده على سعر دولار 52 جنيه وربعة أزيدك أكتر طيب 30 يناير عشان بس تبقوا عارفين ما استوردتوش لا في 30 يناير ولا استوردتو في 30 ديسمبر ولا استوردتو في 3011 يعني التخين الجامد كان في 3011 في شهر 11 46 جنيه و10 الساعة يا جدعان اعتذروا للناس بقى صالحوا الناس بقى ده انت واخد البضاعة بسعر 46 جنيه وكنت بتروح تصعر الحاجة بمزاجك زي ما انت عايز دي هنخلي تسعير الدولار 50 هخلي خمسة وخمسين هخلي ستين أصل دولار الدهب بخمسة وستين أصل دولار العربيات بسبعين وتناكى وحطت رجلي على رجل والمواطن يخش لك يقولون عايز كذا يا عمي والله ده اللي عندي بالزبط ده اللي عندي الله يبقى حضرتك عايز تدفع بالدولار بقى روح هالدولارات وتعالى ده كمان ده مخالفة قانونية دي بتحبس دي انك تقبض دولارات من الناس دي بتحبس طبعا تجار العربات اللي كانوا بيقبضوا بالدولار عارفين دي بتحبس ازيدك من الشعر بيت واحنا عارفين مين من تجار العربيات احنا مين هنعرف احنا مين البلد عارفة الاجهزة عارفة الامن المصري عارف الاموال العامة عارفة مين اللي كان بياخب من بيقبض من الناس دولارات تمن العربية عارفين وساعة الحساب بدأت يا حلو وساعة الحساب ايه بدأت يا حلو ما هو ينظبط يا ما ينفعش اظبط بقى ما بقاش في تسعيل على 75 ولا 75 ولا 60 ولا 55 ولا 50 مفيش بيع السلعة زي ما انت كنت بتسعيل بيع السلعة على تسعير ال 46 انا موافق انت مين انت ايوسف انا ولا حاجة يا عام انا بني ادم بيتكلم بالسلحة للناس هو ايه دبح طيب انا بني ادم بيدكلم بالسلحة یه دع تسمع